بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صلي على محمد وأنا محمد يوطيكم الصحة والعافية إنشاء رمز أو كود خاص بفصل معين بعد تسجيل الدخول إلى Microsoft Teams اختيار الفصل مراد تعمل الرمز إلى أو الكود بعد ذلك الدخول على النقاط الثلاث الموجودة أمام اسم الفصل على سبيل مثال هذا 4th grade 1 النقاط الثلاث الموجودة أمامه نختار إدارة الفريق أو Manage Team بعد ذلك نوجه إلى Settings أو العدادات الموجودة فيها على الصفحة نتوجه إلى Team Code أو رمز الفريق نضغط عليه بعد ذلك نضغط على كلمة Generate ويتم إنشاء الكود الخاص بالفصل ونقدر نعمل نسخ كابي من الإيقون الموجودة تحتهني إلى هذا الكود أو الرمز وأرساله إلى الطلاب للإنظام الفصل تم إنشاء فصل إكتروني فصل إفتراضي عن طريق برنامج Microsoft Teams إلى طلاب الفصل فالرجاء من الطلاب الانضمام لهذا الفصل عن طريق الخطوات التالية الضغط على إيقونة Teams أو الفرق تيار Join a Team with a Code أو الانضمام إلى الفريق برمز تابة الكود الخاص بالفصل الذي تم إرساله إليكم الضغط على Join أو الانضمام تم الانضمام إلى الفصل والضغط على OK تظهر أمام الطالب الفصول التي تم الإنضمام إليها على سبيل المثال الساد مالك أعمل فصل سادس ألف سيظهر عنده هنا وكذلك الفصل لغة الإنجليزية له سادس ألف أو سكس أي أيضا موجود فإذا أريد أن تنقل الفصول تضغط على كلمة General مثلا موجودة تحت كلمة أو فصل سادس ألف وراح توديك للصفحة الخاصة بهذا الفصل هذه صفحة الفصل موجودة عندنا Post لهي إشعارات Files ملفات وأيضا More وموجود تحت أسفل الصفحة New Post له منشور جديد ليتمكن طالب من خلال كتابة منشور إلى جميع أعضاء الفصل وراح يشوفه الأستاذ والأعضاء الموجودين داخل الفصل فلو كان حاب الطالب يكتب رسالة إلى الفصل يضغط على New Post وراح يفتح لوحة المفاتيح يكتب رسالة لأحاب يكتبها وبعد ذلك يضغط على السهم الموجود له إرسال وراح توصل هذه الرسالة إلى جميع أعضاء الفصل من أيقونة Files يتمكن طالب من رؤية الملفات اللي تم رفعها في داخل هذا الفصل على السمي مثال أنا قمت برفع ملف بمنهج للصف منهج راح ندرسه على شكل PDF فعساس أن يشوفه الطالب يضغط على Files وراح يحصل Materials اللي هو المواد يضغط عليها يحصل كلمة The Book راح يضغط عليه وراح يشوف الملف موجود يقدر يضغط عليه ويتصفح الكتاب بشكل PDF ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر